أهلا بكم معنا دلوقتي في الجزء دمنا المصاق نتكلم عن التشنجات وإزاي نتصرف معها ولازم نبقى عارفين في البداية أن أسباب التشنجات كتيرة واحد من أهم أسباب التشنجات مرض الصراع في أسباب تانية زي المخدرات، زي بعض أنواع الأدوية زي بعض أنواع الخلل في الأملاح اللي موجودة في الجسم واللي بتحصل عند بعض مرضى الكبد أو مرضى الكلا أو غيرها من الأمراض اللي فيها اختلال في الأملاح في الجسم أمراض كتيرة ممكن يحصل معها التشنجات لكن المرض الأكثر شيوعا هو الصراع واللي بعض الناس بتسميه مجازا لخبطة أو اضطراب في كهربية المخ بداية لما نحب نتكلم عن الصراع أنا عارف أنه هيبقى فيه ديبيت كتير وهيبقى فيه كلام كتير في القصة دي خاصة أن الصراع مرتبط بتاريخ كل الشعوب القديمة زي وطننا العربي وحتى الشعوب الأسيوية والهند ودول أمريكا اللاتينية كل الحضارات القديمة بلا استثناء بتبص للصراع على أن مرض مرتبط بالقوة السفلية أو القوة العلوية أو الجن أو الشياطين أو غيرها ثقافتنا الدينية المختلفة من الإسلام للمسيحية اليهودية حتى الديانات غير السماوية بتتناول الصراع من هذا المنظور لأنه بالفعل فهمنا لمرض الصراع وسببه وأعراضه وتفاصيله كان في آخر 200-300 سنة بس من الحضارة البشرية وتبين لينا بالدراسات والبحث وغيره أنه سبب الصراع هو لغبطة في كهربية المخ وحابب أأكد عن مقطة دي أن المخ بتاعنا هو عبارة عن خلايا عصبية بتتناقش مع بعضها وتتداول الأمور والأوامر بينها وبين بعضها والإشارات عبارة عن إشارات كهربية ونواقل كيميائية للأسف لما بيحصل خلل في الإشارات الكهربائية أو النواقل الكيميائية بيحصل اضطراب الكهربية بتطلغبط وتبدأ تظهر عندي الأعراض المختلفة من اضطراب درجة الوعي والتشنجات هنتصرف إزاي في القصة دي؟ قبل ما نتصرف إزاي خلنيه نقول إنه أي حد بيحصل عنده النوبات الصراعية أو التشنجات واتكررت أكتر من مرة لابد أن يستشير الطبيب عشان نعرف سببها خاصة إنه القصة دي ممكن يتم السيطرة عليها ويتم التعامل معها زيها زي أي مرض في الدنيا بقرص واحد أو قرصين أو نوع الدواء اللي هياخده هنسيطر على الحالة وإن شاء الله ما تجلوش النوبات ألا كل فين وفين لو نسي الدواء أو ملتزمش بتعليمات الطبيب يعني من الآخر كده الصراع عبارة عن مرض مزمن زي وزي الضغط زي وزي أمراض القلب والسكر زي وزي حسية الصدر محتاج أمشي على الدواء بتاعها على طول عشان تفضل الحالة مسيطرة عليها وما بشتكيش من النوبات أو الأعراض طيب يا طرح لو أنا شفت شخص بيعاني من نوبة صراع أو تشنجات هتصرف إزاي؟ اوعى 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 أنك تحاول أنك تفك إيده أو تفتح بقه أو تفتح دراعه أو اوعى تصدر أي أصوات بهدف أنك فاكر أنك بتطرد الأرواح الشريرة أو العفارية اللي مسيطرة عليها عاملها المشكلة لأن كل دي تعتبر إشارات هتوصل للمخ اللمس الأصوات اللي هتصدرها في إدنه حتى لو حاولت تفوقها ببرفيم أو ببصلة أو بنشادر أو بشراب من رجلك يعني أيا كانت الريحة النفاذة اللي هتستخدمها كل دي مؤثرات بتوصل عبارة عن إشارات كهربائية للمخ هتزود اللخبطة اللي حصلة فهتطول وتزود من حدة النوبة يعني طول المدة بتاعت النوبة هتزيد وحدتها ممكن تزيد كمان المال هتصرف إزاي ولا أي حاجة غير إنك تأمن المصاب اللي عندك الشخص الملقى على الأرض وبيتشنك ده كل اللي تقدر تأمنه إنك تأمنه لو الأرض أسفلتية أو زلط أو وتفر حط إيدك تحت دماغه أو مخدة أو وسادة تحت دماغه ابعد من حواليه أي حاجة ممكن يخبط فيها تعوره لو هو في مكان معرض لحادث سواء إذا كان في قارعة الطريق أو في أي مكان حاول إنت تبعده هو شخصيا من المكان ده وننتظر هننتظر لمدة تتراوح من 10 دقايق ل 15 دقيقة في الغالب إن شاء الله رب العالمين هو هيتلاقيه بدأ يفوق والتشنجات توقف لوحدها بس استنى بعد ما التشنجات بتوقف المصاب بيخش في نوم عميق يعني مش بيفوق من الشنجات ويفوق لا هو بيخش في نوم عميق جدا جدا وبترتخي كل العضلات عنده لدرجة إنه أحيان كتيرة بيتبول أو يتبرد غصب عنه من غير ما يقصد لأنه غير واعي وكل العضلات بترتخي في الحالة دي خلي بالك وارجع تاني راجع الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه عن بلع اللسان ده دلوقتي شخص فاقد للوعي يبقى هنعمل نفس البروسيدور اللي بنعمله نفس الآلية اللي اتفقنا عليها هتقيم كاب يعني تشوف النبض شغاله لا لا تفتح مجرى الهوى عشان ما يبلعش لسانه وتطمن إنه بيتنفس بشكل تلقائي يا إما تفضل فاتح مجرى الهوى يا إما هتحطه في وضع الإفاقة لو أنت عايز تروح تتصل بالإسعاف أو تطلب استغاسة أو تتصرف بأي شكل من الأشكال وما تحاولش إنك تصحيه من النوم العميق اللي هو فيه ده هو بالضبط في مرحلة عامل زي ما يكون الكمبيوتر بيهنج وهيبدأ يعمل ريستارت من أول وجديد هيبدأ يفتح نفسه من أول وجديد فبيعيد ترتيب إشارات المخ فسيبه لأن إنت لو حاولت إنت ممكن ترجع تدخله تاني في النوبة في الغالب برضو ما بياخدش أكتر من عشرة 12 دقيقة على ما يفوق من النوم العميق ده وهيرجع تاني مش هكري أي حال خلص يقوم يقولك فيه إيه إيه اللي حصل ويبص الكل حواليه لأنه ما حصلش أي حاجة وكأنه ما حصلش أي حاجة عايز أأكد كمان ما تخافش على قصة إنه ممكن يعض لسانه أثناء التشنجات لأن الناس كتي تقولك لأ طب نفتح بقه ونحط معلقة أو نحط فوطة أو نحط منديل في الحقيقة الكلام ده مش دقيق لأنه خلي بالك لو أنت حاولت تفتح بقه أنت ممكن إما تكسر الأسنان وإما تكسر الفك إما لو حاولت تحط صبعك وتفتح بيها ممكن تخرج إيدك من جوة بقه من غير صباح حضرتك أصلا لأنه هيعد صبعك ويعورك أنت شخصيا ما تقلقش هو لو كان عضى على لسانه فهو لسانه هيبقى تعور إنما لو ما كانش عضى عليه فالحمد الله رب العامين هو بقه تقفل ومش هيحصل أي مضاعفات هيجي حد هنا يسألني طب أثناء التشنجات مش هنفتح مجرى الهواء هقول لحضرتك لأ لأنه اللسان عضلة زيه زي بقية العضلات هتبقى متشنجة مش ريلاكسد مش مرتاخية فمش هيبلع لسانه فاتطمن وأمن العيان بتاعك وإن شاء الله رب العامين يعدي على خير لكن لو حصل إن النوبة استمرت عم ربع ساعة لازم يتنقل للمستشفى فورا لأن في حالة بتحصل أحيان قليلة عند بعض المرضى لو ما بياخدش الدواء مش متزبط إن يخش في نوبة تحتاج دخول للرعاية المركزة